بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ الآن في تعريف العاقة السمعية العاقة السمعية مشكلة التحول دون يقوم الجهاز السمع عند الفوضى بوظائفه يعني مشكلة بتمنع الجهاز السمع أن يوم بوظائف أو تقلل منقدرة الفوضى على أسماع الأسوات واو ان هي بتقلن من استطاعة الفوضى ومنقلته على سماع الأصوات التعريف ده بيدينا حكتين بيدينا الأصم وبيدينا ضعيف السماء مشكلة التحول دون أن يقوم الجهاز السماء بوظائفه يبقى ده أصم ليه؟ لأن كلمة التحول الكلمة دي معناها تمنع تمنع معايا أما الضعيف السماء تقلل من قلة الفوضى على سماع الأصوات المختلفة طيب نيجي نحو بقى تعريف الأصم الأصم هو الفوضى الذي يعاني من عجز سماء إلى درجة 70 ديسبيل والديسبيل هو وحدة قياس السماء طيب الفوقدان السماء لو موجود 70 فأقصر يبقى احنا عندنا هنا أصم فتحول دون اعتماد الفوضى على حسة السماء مش هيقدر يسمع ما بيعتمدش على السماء طيب ضعيف السماء الفوضى الذي يعاني من فوقدان سماء من 35 ديسبيل وهيجعله بواجه صعوبة في فهم ايه الكلام طيب شيوع الآقة السمعية دي بعض النسب العالمية وطبعا النسب أو الإحصائيات دي أحيانا تختلف من مكان لمكان وهكذا ترجمة نانسي قنقر